عودة إلى الأوضاع في الخليل بالتزامن مع اقتحام رئيس دولة الاحتلال ورئيس وزرائه للحرم الإبراهيمي ينضم إلينا مراسل الغد رائد الشريف رائد حتى الآن ما هو جديد الأوضاع لديك وهل من مواجهات تذكر؟ نعم يرى نقف الآن في منطقة الحسبة أو سوق الخضار القديم في هذا المكان هناك عدد كبير من المستوطنين المتطرفين يقفون في هذا المكان وبالمقابل هناك عدد من النشطاء الفلسطينيين طبعا يقفون قبالة هذا المكان وذلك لحرق صور رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو طبعا هذه الصور التي نشاهدها الآن هي لمجموعة من المستوطنين المتطرفين ويرى عذرا على ما يبدو هناك خلل في الصوت ولكن سأحاول الحديث سيتم بعد قليل طبعا حرق صور رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي سيقتحم الحرم الإبراهيمي في تمام الساعة الخامسة من عصر هذا اليوم كان قبل حوالي ساعة ونصف من الآن اقتحم رئيس دولة الاحتلال رؤبين ريفلين الحرم الإبراهيمي وأعلن من داخل الحرم نيته إقامة مستوطنة جديدة في مدينة الخليل وحسب تعبيره لإزدهار حياة المستوطنين هنا في مدينة الخليل الأوضاع جدا متوترة كانت قد اندلعت مواجهات قبل حوالي نصف ساعة في منطقة باب الزاوية خلالها أطلق الشبان الفلسطينيون الألعاب النارية والحجارة كذلك والزجاجات الفارغة الاحتلال الإسرائيلي حاول في البداية طبعا صد هؤلاء الشبان الذين اقتربوا من الحاجز رقم 56 ولكن نحن الآن نتابع صور المستوطنين المتطرفين الذين تقلهم حافلات منذ ساعات الصباح هناك عشرات من الحافلات للمستوطنين المتطرفين وصلت هذا المكان وذلك لاستقبال بنيمين نتنياهو سواء من الخليل أو حتى من مستوطنات الضفة الغربية قيل بأنه سيدخل إلى الحرم الإبراهيمي سيلقي خطابا سياسيا وهذه تعتبر هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس حكومة للاحتلال منذ عام 67 والحديث هنا زيارة سياسية وليس زيارة أمنية كما حدث عام 2014 عندما خطف وقتل الجنود الثلاثة في الخليل هو سيلقي خطاب قبيل الانتخابات المزمع عقدها في السابع عشر من شهر أيلول الحالي وسيحاول الالتقاء ببعض غلات المستوطنين المتطرفين حيث طبعا أحزاب عظمة اليهودية أمثال اتمار بنكفير وبالإضافة أيضا إلى باروخ مارزل على ما يبدو في هذه الأثناء سيتم حرق الصور سوف نتابع يارا وسنتابع معكم طبعا ربما يكون هناك تحرك لجيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأثناء أو حتى بعض المستوطنين المتطرفين وصل إلى هذا المكان جيش الاحتلال أبعدهم عن هذا المكان وهذه المنطقة هي منطقة مغلقة منذ حوالي عشرين عاما ويمنع على كل الفلسطينيين أن يتواجدوا في هذا المكان جاء هنا بعض النشطاء الفلسطينيين لإصال رسالة إلى كل طبعا الآن على ما يبدو طبعا قوات الاحتلال تقف في المنطقة التي خلفنا مباشرة وحتى هذه اللحظة طبعا ما زلنا نتابع نحن وإياكم هذه الصور المباشرة طبعا من منطقة السهلة منطقة الحسبة سوق الخضار القديم المغلق ووجود لعدد من المستوطنين وصول جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى هذا المكان وبالإضافة أيضا إلى انتشار عسكري كبير لتأمين المنطقة كانت طائرات قد حلقت فوق الحرم الإبراهيمي وكنا قد شاهدنا طائرة على ما يبدو بأنها أنزلت رئيس دولة الاحتلال وبعدها توجه إلى الحرم الإبراهيمي وربما التوتر سيكون أكبر خلال الساعات والدقائق القادمة خاصة يعني زيارة بنيامين نتنياهو في تمام الساعة الخامسة وحسب المصادر قيل بأنه يتجول في مناطق قريبة من البلدة القديمة في منطقة السهلة في شارع الشهداء وسيزور مستوطنة بيت ياشاي المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في منطقة تلرميدي طبعا الاحتدام موجود منذ فترة طويلة خاصة وأن الصراع كبير على الخليل سنتابع معك رائد كل هذه التفاصيل في الفترة القادمة شكرا جزيلا لك رائد الشريف مراسلنا من الخليل شكرا جزيلا لك